اليوم سوف نتعرف عن طريقة وكيفية تحرم مشكلة إضطبيق سنابشط نقوم بالضغط على ضبط الإعدادiques وبعدها سوف نقوم بالضغط على إضطبيقات ثم نقوم بنزول الاسفل والضغط على إضطبيق سنابشط ثم نقوم بالضغط على إيقاف الإجبار بعدها سوف نقوم بالضغط هنا عن موافقة. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا عن مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا عن مسح تخزين مؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة ونقوم في فيديوهات القادمة.